هذا ما نناقشه مع ضيفتنا نورهان موسى مستشارة قانونية وباحثة في مجال الملكية الفكرية نورهان أهلا وسهلا فيك معنا بيشير في البداية كيف ترين ما فعله الذكاء الاصطناعي بمجال استنساخ أصوات البشر؟ الفكرة الحقيقة أنها مش جديدة خاصة أنه نحن بقالنا فترة بنسمع عن الديب فيك وده جزء يعني الفويس كلونينج أو التقليد أو استنساخ الأصوات عن طريق الذكاء الاصطناعي هو جزء من فكرة الديب فيك بشكل عام وزي ما حضرتك تفضلت في البداية وقلت أنه حياتنا تأثرت بالقليل ولا الكثير يعني إحنا لسه الحقيقة مش عارفين ولكن التطور اللي بيحصل فيه الذكاء الاصطناعي النهاردة والبرامج اللي بقت متاحة للجميع أدت إلى ظهور موضعات جديدة وبتثير يعني خلينا نقول بتثير بعض المسائل القانونية وبالتالي طبعا بتثيرها أمام القضاء لأنه بيتمثل بحدوث أفعال غير قانونية وغير أخلاقية في الكثير من الأحيان نعم طيب نورهان لمن لا يعرف من المشاهدين ما هي البصمة الصوتية للبشر وما أهميتها هي بشكل مبسط جدا هو عبارة عن التسجيل السمعي للموجات الصوتية لأي إنسان وبالتالي يعني إحنا يعني لو جينا بصينا إزاي ده بيحصل عن طريق الذكاء الاصطناعي أنا النهاردة بكلم حضرتك صوتي وصلك صوتك وصلي أنا ممكن عن طريق التسجيل إن أنا أغزي ده لي الذكاء الاصطناعي وأبتدي أركب كلمات يعني بداية القصة شبه المنتاج إلى حد يعني إلى حد كبير وإنما تطور طبعا مع الذكاء الاصطناعي أهميته طبعا لها أهمية كبيرة جدا خاصة زي ما حضرتك تفضلت برضو في البداية وقلنا إنه بيستخدم في الكثير من الأحيان في الكثير من التشريعات والأنظمة القانونية باعتباره أحد يعني الدلائل أو الدليل لبعض حل القضايا وفي التحقيقات الجنائية بالأخص فالفكرة كلها إنه له أهمية حتى من الناحية التجارية له أهمية من الناحية الأخلاقية يعني فكرة إننا الصوت نفسه وهو أكثر تعقيدا يعني إحنا ممكن في البداية نفى من الموضوع بسيط جدا مجرد ما أنا بسجل الصوت أقدر إن أنا مقدرش أميزه خاصة مع وجود الذكاء الاصطناعي وإنما الموضوع له أبعاد تقنية أخرى وفنية أكثر تعقيدا تعقيدا مما يبدو عليه ولكن برضو يعني فكرة إنه الكثير يعني كان في دراسات مؤخرة إنه في الكثير من الأحيان جرائم زي جرائم الابتزاز النهاردة عن طريق التليفون مش بنقدر أو الإنسان ما بيقدرش يميز بين الصوت المستنسخ والصوت الحقيقي نعم طيب هل هناك قوانين معينة تحمي ملكية كل فرد لبصمته الصوتية أم أن الأمر أصبح مفتوحا ويمكن صرقة وستنساخ البصمة الصوتية لأي إنسان طيب خليني عشان أرد على حضرتك في السؤال ده خلينا في الأول في البداية نتفق أن التطور في أمن المعلومات والتطور في التكنولوجيا بشكل عام غير حكتين مهمين جدا غير شكلك جريمة من ناحية وحتى الدليل من ناحية أخرى وبالتالي تنفيذ القانون فبالتالي أنا النهاردة عندي قوانين بشكل عام بتحمي خاصة القوانين الملكية الفكرية بتحمي مصنفات معينة للأسف في الكثير من الوضع الدولي وفي القوانين الوطنية حالي أن الصوت في حد ذاته ليس من ضمن الأشياء المحمية أو من المصنفات يعني الصوت في حد ذاته برغم أنه فيه بعد آخر لما يكون الصوت مميز جدا زي ما احنا بنقول أن فيه مزيع معين أو مغني معين له الصوت مجرد ما نسمعه نقدر نبقى عارفين هو مين ده بيبقى صوت مميز بيحمى عن طريق الملكية الفكرية ولكن بشكل مختلف للأسباب أو الأغراض التجارية لكن الصوت في حد ذاته ليس محمي إنما فكرة أن أنا أعمل استنساخ عن طريق الذكاء الاصطناعي فيه تداعيات قانونية أخرى وبالتالي ممكن أن أنا النهاردة أستنسخ صوت فيه قوانين كثيرة بس التصنيف نفسه أو التصنيف أو تكييف الوقع نفسها بتاخد شكل قانوني آخر وبالتالي أنا أقدر أقول النهاردة أنه الذكاء الاصطناعي وما يتولد عنه سواء بالنسبة للديب فيك أو الفويس كلونينج أو غيره من الأعمال أو الأنشطة فيه فراغ إلى حد كبير تشريعي فيه الكثير من الدول ويحتاج إلى مساعدة أو تعاون دولي يعني أقدر أقول أنه بشكل عام أو الإجابة البسيطة جدا أنه لا ولكن فيه محاولات يعني لو أنا بتكلم عن استنسخ الصوت نفسه باعتبار أنه دليل أو الصوت نفسه دليل في التحقيقات الجنائية وأمام القضاء فحالي أنه فيه العديد من القوانين بتتكلم عن ضوابط استخدام أو اعتبار الصوت دليل كيف يتم اعتماد البصمة الصوتية كدليل في القضايا الجنائية؟ خلينا نتفق أنه مسألة الدليل بشكل عام خاصة فيه المسائل الجنائية أو الجزائية بتختلف من تشريع إلى آخر ده أولا ثانيا إحنا عندنا الصوت نفسه عدى بمراحل يعني تحليل الأصوات لاعتبارها دليل أو لأ عدى مراحل يعني كان عندنا السمع العادي بعد كده بقى عندنا استخدام الآلة فيه ثم نظام آخر هو دقيق أكثر وهو فيزيائي لكن بشكل عام أنه الضوابط نفسها بتختلف من تشريع إلى آخر لأنه من الناحية القضائية لا يعتبر الدليل الصوت هو الدليل الوحيد يعني في المسائل اللي إحنا لما بيكون أمام القضاء أو في التحقيقات الجنائية لا يمكن اعتماد الصوت أو بصمة الصوت هو الدليل الوحيد وفي بعض الأحيان لأنه النهاردة إحنا بنتكلم عن تكنولوجيا عالية جدا خاصة في أنه زي ما كنت بقول لحضرتك أنه ساعات ما منقدرش حتى الأقربين ما يقدرش يميز إذا كان هذا الصوت معمول عن طريق الذكاء الاصطناعي أو الصوت البشري الحقيقي فحنلاقي أنه في معاملات تقنية عديدة جدا خاصة أنه النهاردة خطورة الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر أنه ابتدى يبقى فيه نوع من أنه مش بس الصوت أو تقليد اللزمات إنما فيه التردد الحدة الإيموشنز اللي إحنا بنسمحها في الصوت أو المشاعر في الصوت كل ده النهاردة أخذ يتطور فبالتالي هذه المسألة من الناحية الإجرائية أصبحت صعبة وبالتالي أنه فكرة برضو التكنولوجيا يعني إحنا النهاردة ما بنجي نتكلم عن الدليل استخلاص الدليل مثلا من الهارد العادي تطور يعني الأدلة الجنائية أخذت تتطور مع تطور التكنولوجيا الفكرة كلها أن أنا ما بعتمدش عليه بشكل وحيد ويمكن أن أنا أطعن فيه زي بالضبط الصورة النهاردة إحنا بنتكلم عن الصورة أيضا الصورة لها بصمة وبالتالي مع التكنولوجيا إدارة أن إحنا نقدر نقول أن الفيديو ده مفبرك أو غير حقيقي والصورة وهكذا ولكن مع هذا التطور ما زال هناك تطور في الناحية الأخرى برضو في التكنولوجيا في أبليكيشنز أو برامج تضاهي أنها تكشف هذه المسائل ففكرة الضوابط بتختلف حسب التشريع وإلى مدى أهمية هذا الدليل في القضية ويمكن للقاضي طبعا عدم اعتباره نعم كل الشكر كنت معنا نورهان موسى مستشارة قانونية وباحثة في مجال الملكية الفكرية كل الشكر لك